المستشعر النمسوي يؤكد التزام الحكومة بتخفيف العبء الضريبي السفير الإيراني في فيينا يواجه تبعات قانونية بسبب منشور داعم للإرهاب قائمة غزة تتطلع لتحقيق مقعد مباشر في دائرة فيينا الجنوبية وزارة المالية تكشف عن مخالفات جسيمة في محلات الشوارمة اتهام طبيبة في جراتس باستماح لبنتها الطفلة بفتح جمجمة مريض وإصابة عدد أشخاص بجروح خطيرة بعد اقتحام سيارة لمطعم بيزا مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم أكد المستشعر النمسوي قال نهما على التزام الحكومة بتخفيف العبء الضريبي وتعزيز القوى الشرائية خاصة للموظفين وصغار العاملين الذين يعانون من أثار التضخم وأوضح نهما أن الحكومة ستواصل العمل بكفاءة حتى نهاية فترتها وتسليم السلطة بعد الانتخابات البلمانية في 29 سبتمبر المقبل وأشار إلى أن الحكومة قد اتخذت إجراءات إضافية لتخفيف العبء الضريبي عن المؤطنين مع خطط لمزيد من الدعم المالي للعائلات ذات الدخل المنخفض بدءا من الخريف وأضافنا نحو 250 ألف طفل سيستفيدون من هذه المساعدات الجديدة في إطار الجهود المستمرة لمكفاحة الفقر يواجه سفير الإيراني في فينا عباس باكربور أردكاني تبعات قانونية بعد نشره منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي يدعم فيه حزب الله الإرهابي وأظهرت الصورة المحذوفة لاحقا علم حزب الله مع رسالة حزب الله سيكون المنتصر حيث تعتبر رموز حزب الله محظورة في النمسا ويعاقب على استخدام رموزه بغرامة تصل إلى 10 ألاف يورو أو السجن ولذلك قدمت المديرية العامة للأمن الداخلي شكوى ضد أردكاني والتي قد تواجه صعوبات قانونية بسبب حصنته الدبلوماسية وأعرب حزب الخضر واسبئه عن استياءهم مطالبين وزارة الخارجية باستطاع السفير الإيراني أعلنت الحملة الانتخابية لقائمة غزة أصوات ضد الإبادة الجماعية أنها تسعى للحصول على مقعد في البرلمان النمساوي في الانتخابات القادمة عبر دائرة فين الجنوبية حيث تأمل في الحصول على 35 ألف صوت رغم أصعوبة تتجاوز نسبة الأربعة في المائة وأكدت المرشحة الرئيسية إيرينا فانا أن الهدف هو تمثيل معارضة ديمقراطية متعددة للأصوات مشيرة لأهمية إدراج اسم غزة على بطاقة الاقتراع لزيادة الضغط على الأحزاب للتعامل مع قضايا الفلسطينيين وتستهدف القائمة مناهضة العنصرية ضد المسلمين والسياسات المناهضة للإسلام داعية إلى تحقيق شامل في عملية الأقصر وحل مركز توثيق الإسلام السياسي كشفت حملة تفتيشية مكثفة أجرتها الشرطة المالية في النمسا عن مخالفات واسعة في محلات الكباب حيث تبين أن 221 محل لم يلتزم بالكوانين وفي الحملة التي أجريت بين 12 و 16 من أغسطس أظهرت 272 انتهاكا بما في ذلك العمل غير قانوني والبيع بالأسود مما يهدد المحلات بغرامة مالية كبيرة وصرح وزير المالية ماغنوس بغونا بأن النتائج كانت مؤسفة للغاية وأكد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال لحماية الشركات الشريفة وشملت المخالفات سجلات عمل غير صحيحة ومخالفات لكوانين التأمين الاجتماعي والأجور بالإضافة إلى النظافة اتهمت جراحة أعصاب في جراتس باستماح لابنتها البالغة من عمر 13 عاما بالمشاركة في عملية طبية طارئة حيث يزعم أن الفتاة قامت بفتح جمجمة مريض خلال الجراحة وتعرض مريض يبلغ من العمر 33 عاما لحادث مما استدعى نقله لمستشفى جامعة إجراتس حيث اكتشف المريض لاحقا من الشرطة أن العملية التي خضع لها كانت ضمن الجدل الإعلامي بعد شهر من نشر التفاصيل ويزعم محام المريض بيتر فراي بيجا أن الفتاة لم تقتصر على المساعدة فقط بل شارقت فعليا في فتح الجمجمة وعتبر ذلك إصابة جسدية خطيرة وكانت إدارة المستشفى قد فصلت الجراحة وتبيب آخر من العمل اقتحم صائق سيارة مطعم بيتزا بمدينة ميتر سيل في سالسبورغ مما أصفر عن إصابة عدد أشخاص بجروح بعضها خطير وفقد الصائق البولندي السيطرة على سيارته بسبب الإهمال أثناء الكيادة تحت أمطار غزيرة متجها نحو الواجهة الزجاجية للمطعم المزدحم وتم نقل ثلاثة مصابين بجروح خطيرة إلى المستشفى بينما عانى آخرون من إصابات طفيفة وصدمات نفسية حيث تدخل الصليب الأحمر بست سيارات إصعاف في حين نجى حوالي عشرين شاهدا من الحادث دون إصابات جسدية وأكدت الشرطة أن الصائق لم يكن تحت تأثير الكحول أو المخدرات كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفو جرات على هواتفكم كنت معكم أنا ريم أحمد أمسي سعيدة وإلى اللقاء